شدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على همية دعمه وتعزيز القدرات الوطنية الشابة وتمكينها من أخذ زمام المبادرة والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في توجيه الشباب وتوظيف قدراتهم واستنهاض طاقاتهم والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم والاستفادة منها لدعم طموحاتهم وأهنأ سموه الأعضاء الجدد في مجلس دبي للشباب وثمن جهود أعضاء المجلس السابق وإسهاماتهم القيمة وقيامهم بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه متمنيا سموه التوفيق والسداد للأعضاء الجدد في البناء على المنجزات المحققة وقال سمو ولي عهد دبي المشاركة في المجالس الشبابية فرصة قيمة لكل شابة وشاب لديه روح المبادرة والطموح للمشاركة بشكل فاعل في رسم ملامح مستقبل الوطن وأضاف سموه تتزامن الدورة المقبلة من مجلس دبي للشباب مع عام الخمسين طموحاتنا عالية ونتطلع إلى ما سيقدمه أعضاء المجلس هذا العام من أفكار استثنائية تماشى مع توجهات الدولة وتلائم خططها المستقبلية